خطوة للتخفيف من أزمة السكن في محافظة الأنبار ومدينة الفلوجة على وجه الخصوص تفقد رئيس وهيئة استثمار المحافظة مهدي صالح النومان مجمع الأميرات السكني للاطلاع على سير العمل الإعماري في المجمع حسب النومان فأن المجمع الواقع شرقي الفلوجة يعد من أكبر المجمعات السكنية في المحافظة بواقع 948 وحدة سكنية من شأنها أن تخفف من أزمة السكن وغلاء الأسعار في المدينة كما أشار النومان إلى أن مثل هكذا مشاريع سكنية لها مردود اقتصادي ومن شأنها أن توفر فرص العمل لأبناء الفلوجة نحن اليوم لزيارة لأحد أهم من مشاريع استمارية في مدينة الفلوجة وهو مجمع الأميرات السكني بواقع 948 وحدة سكنية هذا المجمع هو من المجمعات المميزة في هذه المدينة حقيقة ما دفعنا لزيارة اليوم هو حجم العمل الكبير موجود في هذا المشروع ومدة الإنجاز الكبيرة هذا المجمع ساهم في تشغيل المئات من الأيد العاملة من أبناء مدينة الفلوجة والأقضية المجاورة وهو أحد المشاريع الاستمارية الواعدة ضمن الرقعة الجغرافية البالغة مساحة 3000 دونم من المؤمنة تكون هذه المدينة الفلوجة الجديدة